قبل ما نتكلم عن حلقة بتاعتنا خد الأمور ببساطة خد كل الأمور ببساطة كل حاجة هتعدي وهتفضل أنت بإمتك ما عندكش مشكلة خالص في يوم من الأيام سيدنا عمر بن عبد العزيز سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الدنيا عدلا وهو من خير أمراء المؤمنين لما سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم من الأيام كان قاعد في مكانه أو في بيته كان بيكتب أمر خاص بشؤون المسلمين فجيه راجل يزور سيدنا عمر بن عبد العزيز فلما جه يزوره كان سيدنا عمر مشغول وقعد على نور المصباح كده فابتدى المصباح يعطل شوية فقال الرجل اللي هو ضيف سيدنا عمر اقوم اصلح لك المصباح قال والله ما تعلمنا هكذا اكرم ضيوفنا لما يجي لك ضيف ما ينفعش هو يقوم يفتح الباب من اكرم الضيف ما ينفعش هو يروح يجيب لك الطلب اكرم الضيف عند العرب كان كده فقال والله ما هكذا نكرم ضيوفنا فقال أنادي على الغلام اللي هو الحاجب او الخادم بتاع سيدنا عمر ابن عبد العزيز يصلح لك السراج فقال والله انها اول نومة له في الليل يعني الولد كان تعبان طول النهار الخادم ده شوف ادب سيدنا عمر ابن عبد العزيز فلسه عني غفلانة دلوقتي فاخشى ان اوقظه فلا ينام يعني يطلب نومه شوف الادب فقام سيدنا عمر ابن عبد العزيز بنفسه فوضع زيتا في السراج اللي هو الجاز او البنزين او يشعر السراج يعني ولما رجع فقال له الضيف اقمت لتصلح السراج بنفسك فقال له قمت وانا عمر وعدت وانا عمر ما حصلش حاجة خذ الامور ببساطة خل الامور تعدي معك ببساطة جدا 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 هتجد الامور بتنقض النهاردة حضراتكم بالترجمة نانسي قنقر